السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم طلاب الأعزاء في حصة جديدة من حصص الرياضية درسنا اليوم يا أول هو درس السابع في الوحدة الأعداد الزوجية والأعداد الفردية طبعا هو آخر درس موجود معنا في هذه الوحدة ما هي الأعداد الزوجية؟ وما معنى زوجي؟ زوجي يعني اثنان يعني اثنان قطعتين الأعداد الفردية اللي بيكون معها واحد زيادة ما بطلع معي أزواج طيب خلونا نتعرف كفي أول الآن هل يمكن وضع التفاحات جميعها في أزواج؟ أزواج يعني اثنان كل ثنتين بدي أحطهم مع بعض لاحظ هاي هون اثنان هاي شو بنحكي عنها؟ زوج شو بنحكي عنها؟ زوج طيب بدنا نعمل كمان زوج آخر يا أول واحد اثنان بحوطهم مع بعض هيصار عندي زوجان ناخد هون واحد اثنان بحوطهم مع بعض هيعمل كمان زوج واحد اثنان هيعمل كمان زوج كم طلع عندي زوجي يا أول؟ أربع أزواج وتفاحة واحدة ما محة تفاحة تانية لحطة تصير زوج طيب إذن هذا العدد شو بنحكي عنه؟ عدد فردي عدد فردي كم عدد التفاحات؟ واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عدد التفاحات تسعة العدد تسعة هو عدد فردي بدنا نعيدهم اثنان أربعة ستة ثمانية تسعة إذن العدد تسعة بيظل عنده وحدة ما معها زوج لإلها فبنحكي عنه عدد فردي بنحكي عنه عدد فردي ممتاز الآن بدنا نعمل هيك يا أول بدنا نكتب هون الأعداد الفردية وهون الأعداد الزوجية إذن أول عدد تعرفنا علي أول هو العدد تسعة والعدد تسعة عدد فردي نلاحظ هون يا أول العدد ثلاث واحد اثنان ثلاث بدنا نعمل العدد ثلاث على شكل أزواج بدنا نكون منه أزواج واحد اثنان هاي زوج طيب ظلت عندي وحدة لوحدها إذن العدد ثلاث أيضا عدد فردي العدد ثلاث هي أول عدد فردي لأنه بظلها وحدة لوحدها طيب لاحظ العدد أربعة واحد اثنان إذن حوضناهم يا أول أو كوناهم على شكل أزواج العدد أربعة يا أول فيها زوجين واحد اثنان شو بنعدهم؟ اثنان أربعة بنعدهم على شكل أزواج اثنينات اثنان أربعة أحسنتم إذن العدد أربعة ظل عندها عدد فردي ظل عندها وحدة لحالها لا يا أول إذن يقدرنا نكون من العدد أربعة زوجان فشو بتكون العدد أربعة يا أول العدد أربعة عدد زوجي العدد أربعة عدد زوجي طيب الآن أحوط أزواجا لأحدد إذا كان العدد زوجيا أم فرديا لاحظ العدد ستة بدنا نشوف يا أول إذا العدد ستة عدد زوجي أو فردي كيف بدي أعرف؟ بدي أحوطهم اثنينات واحد اثنان هي زوج زوجان ثلاثة أزواج بنعدهم اثنين أربعة ستة ممتاز طيب العدد ستة عدد زوجي أم فردي عدد زوجي ممتاز لأنه ما نظل عندي ولا كرة لوحدها إذا العدد ستة يا أول عدد زوجي عدد زوجي أحسنتم انظر إلى العدد سبعة يلا نحوط زوج زوجان ثلاثة أزواج اثنان أربعة ستة طيب بقيت وحدة طيب إذن العدد سبعة يا أول شمال عدد فردي لأنه ظلت عنده وحدة فردي لوحدها ما محا كرة كرة ثانية لحتى تصير عدد زوجي إذن العدد سبعة عدد فردي ممتاز طيب العدد ثمانية يلا نحوط واحد هاي زوج زوجان ثلاث أربعة اثنان أربعة ستة ثمانية ممتاز طيب حوطناهم كلهم على شكل أزواج طيب إذن العدد ثمانية شمالي أول عدد فردي أم زوجي عدد زوجي أحسنتم إذن العدد ثمانية عدد زوجي لأنه حوطناهم على شكل أزواج اثنينات كل اثنين مع بعض طيب العدد أحد عشر نحوط العدد أحد عشر واحد اثنان ثلاثة أزواج أربعة أزواج خمسة أزواج اثنان أربعة ستة ثمانية عشرة طيب يبقى هون يا أول وحدة لحالها ما محاحدة إذن العدد أحد عشر عدد فردي إحنا شو بنحكي لما بحكي العدد واحد لاحظ العدد واحد العدد واحد عدد زوجي أم فردي عدد فردي لأنه وردة واحدة إذن الواحد عدد فردي طيب الصفر يا أول الصفر عدد زوجي والإثنان الإثنان أيضا عدد زوجي لأنه زوج واحد إثنان فيها قطعتين طيب العدد خمسة العدد خمسة عدد فردي أحسنتم العدد خمسة يا أول عدد فردي طيب شو بنحكي يا أول أي عدد أحد اثنان أو أربعة أو ستة أو ثمانية أو صفر بيكون عدد زوجي أما إذا كان أحد واحد أو سبعة أو ثلاث أو تسعة أو خمسة بيكون العدد فردي بيكون العدد فردي أمثل العدد بالنماذج ثم أكون منها أزواجا لأحدد إذا كان العدد زوجيا أو فرديا بدنا نرسم يا أول عشر مثلا عشر وردات أو عشر مثلثات وبدنا نكون منها أزواج واحد اثنان ثلاث أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة بدنا نكون من العشرة أزواج اثنان أربعة ستة ثمانية عشرة إذن العدد عشرة زوجي أنفرتي عدد زوجي لأنه أصلا أحده أو لو طلعنا على أحد العدد عشرة أحده صفر إذا كان أحده صفر معناته هو عدد زوجي ممتاز طيب الآن لاحظ العدد اثنى عشر اثنان ثلاث أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة أحد عشر اثنى عشر اثنى عشر بدنا نحوطهم اثنينات واحد أي اثنان أربعة ستة ثمانية عشرة اثنى عشر إذن الاثنى عشر يأول أيضا عدد زوجي طبعا لو طلعنا على العدد أحده اثنان إذا كان أحده اثنان فإذن هو عدد زوجي الاثنى عشر عدد زوجي أختار عددا من السبعة عشر إلى العشرون ثم أرسم دائرة لتمثيل العدد ثم أحوط أزواجا لأحدد إذا كان العدد زوجيا أم فرديا بدنا نمثل العدد خمسة عشر بدنا نرسم دوائر لتمثيله اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر حدا عشر اثنى عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر يلا نحوط واحد هي اثنان يعني اثنان أربعة ستة ثمانية عشر اثنى عشر أربعة عشر يظل عندي وحدة معناته الخمسة عشر يا أول عدد زوجي أم فردي عدد فردي لو طلعنا على أحد العدد خمسة عشر بنلاقي إنه الأحد خمسة والخمسة من الأعداد الفردية إذن أي عدد يا أول أحد بيكون واحد أو سبعة أو ثلاث أو تسعة أو خمسة بيكون عدد فردي منهم الأعداد الفردية يا أول واحد ثلاث خمسة سبعة تسعة أي عدد أحد من هذول الأعداد الأول بيكون العدد فردي طيب الأعداد الزوجية منهم صفر اثنان أربعة ستة ثمانية هذول أعداد زوجية أي عدد بيكون أحد منهم اللي هما الصفر أو اثنان أو أربعة ستة ثمانية بيكون العدد زوجي بيكون العدد زوجي افتح كتاب التمارين صفحة رقم 34 كم عدد الوردات هل عددها زوجي أم فردي واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة أحد عشر كم عدد الوردات يا أول أحد عشر طيب إذا كان الآحد واحد يا أول بيكون العدد زوجي أم فردي بيكون العدد فردي بيكون العدد فردي طيب يلا نحوط اثنينات وبنشوف إذا العدد زوجي أم فردي اثنان أربعة ستة ثمانية عشرة يظل يظل عندي وردة لوحدها بدون زوج لئلها فإذا العدد أحد عشر هو عدد فردي أحسنتم والآن كم عدد الأوراق هل عددها زوجي أم فردي واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة أحد عشر اثنى عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر ستة عشر عددها يا أول ستة عشر طيب الستة عشر أحد ستة ستة إذا كان أحد ستة يا أول بتكون زوجي أم فردي بتكون عدد زوجي أي عدد أحده ستة بيكون عدد زوجي يلا نتأكد اثنان أربعة ستة ثمانية عشرة اثنى عشر أربعة عشر ستة عشر إذن كل الأوراق يا أول كانت على شكل أزواج إذن العدد ستة عشر هو عدد زوجي أحسنتم ولون القوارب التي تحمل عدداً زوجياً باللون الأحمر وتلك التي تحمل عدداً فردياً باللون الأزرق استعمل النماذج لتحديد ذلك إحنا ما منا نستعمل النماذج يا أول العدد ثمانية عدد زوجي أم فردي عدد زوجي إذا كان زوجي بدنا نلونه أحمر هاي الأعداد الزوجية بدنا نحط عندها صح العدد ثمانية عدد زوجي طيب العدد عشرة كم أحده؟ أحده صفر والصفر من الأعداد الزوجية إذن بدنا نلونه باللون الأحمر العدد خمسة عشر الخمسة فردي إذن بدنا نلون العدد الفردي باللون الأزرق العدد خمسة عدد فردي العدد اثنى عشر الاثنان عدد زوجي إذن الاثنى عشر عدد زوجي نلونه باللون الأحمر والعدد ستة الستة عدد زوجي السبعة عشر أحدها سبعة والسبعة زوجي أم فردي السبعة فردي إذن بدنا اللونها أزرق تسعة عشر أحدها تسعة التسعة زوجي أم فردي أول التسعة فردي إذن العدد فردي تسعة عشر فردي أربعة عشر كم أحدها أربعة والأربعة عدد زوجي ممتاز عشرون كم أحد العشرون صفر والصفر من الأعداد الزوجية إذن عدد زوجي التسعة عدد فردي الأحد عشر أحدها واحد إذن عدد فردي ممتاز إذن أي عدد يأول يبدأ بالعدد صفر أحده بيكون صفر اثنان أربعة ستة ثمانية بيكون عدد زوجي بيكون عدد زوجي والأعداد الفردية منهم يأول واحد ثلاث خمسة سبعة تسعة ضل الأعداد الفردية ضل الأعداد الفردية أي عدد بيبلش فيهم يأول بيكون أحده واحد أو ثلاث أو خمسة أو سبعة أو تسعة بيكون عدد فردي الآن ابتحدوا سيط أوراق العمل الرياضيات درس الأعداد الزوجية والأعداد الفردية الأعداد الزوجية هي الأعداد التي أحدها 02468 وتكون أزواجاً يعني كل اثنين مع بعض نفس لجراباتي أول أنت تقدر تلبس جرابة واحدة ولا يعني زوج لجرابات الثنتين أكد الثنتين هاي بنسميهم أزواج الأعداد الفردية هي الأعداد التي أحدها 1 3 5 7 9 بدنا نحفظهم حفظ ولا تكون أزواجاً يعني بيكون مثلاً هون في عندي زوج لكن بتكون وحدة فردي لوحدها يا أول هون يا أول بدنا نعد بدنا نكتب العدد وبدنا نحوط على شكل أزواج بدنا نكتب إذا كان العدد زوجي أو فردي هون يا أول بدنا نلون العدد الزوجي باللون الأحمر والعدد الفردي باللون الأصفر لاحظي أولا عندي أرقام كبيرة أي رقم مثلا عندي هون التسعون أحد صفر الصفر من الأعداد الزوجية إذن تسعون عدد زوجي لاحظ هون الواحد وعشرون الواحد وعشرون أحدها واحد والواحد من الأعداد الفردية إذن واحد وعشرون عدد فردي أكتب المطلوب بدنا نكتب الأعداد الزوجية شو بيكون أحدها صفر اثنان أربعة ستة ثمانية والأعداد الفردية شو بتكون أحدها يا أول واحد ثلاث خمسة سبعة تسعة ممتاز لهن يا أول بيكون انتهى درسنا الدرس كثير سهل وكثير بسيط يعطيكم ألف عافية